والأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن خمسة وعشرون نبياً وقيل أربعة وعشرون نبياً على خلاف في بعضهم خمسة وعشرون ذكر الله منهم ثمانية عشر في سورة الأنعام في قول الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلاً فضلنا على العالمين هؤلاء ثمانية عشر كم بقي من الخمسين وعشرين سبعة وهم إدريس وهود وشعيب وصالح وآدم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذو الكفل على خلاف فيه وقد جمعت هذه وقد جمع الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن في قول الناظم حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد ذكروا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا يقول رحمه الله في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ثمانية من بعد عشر كم ثمانية عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود الناظم جزاه الله خيرا يعني لم يقصر جمع لك الأنبياء في بيتين في بيتين إذن الأنبياء خمسة وعشرون نبيا على خلاف في ذي الكفل هل هو نبي أو ليس بنبي ترجمة نانسي قنقر